منع الضرر والضرار أصل من أصول الدين متفقين لا ضرر ولا ضرار القاعدة الدينية المفاسد مقدم على جلب المنافع يبقى التعدد بيسبب مفسده وضرر للقصة الإمام محمد عبد قال ومفسدت تعدد الإمام محمد عبد وأقول لك الإمام الأكبر أيضا قال الكلام ده الإمام محمد عبد ومفسدت تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى البيوت ومن بيوت إلى الأمة وفيجب على العلماء النظر في هذه المسألة وخاصة في كلامه الحنفية فهم لا ينكلون أن الدين أنزل لمصلحة الناس وغيرهم وأن من أصوله منع الضرر والضرار فإذا ترتب على شيء مفسد في زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلا شك في وجوب تغيير الحق الإمام الأكبر قال التعدد رخصة مقيدة بشروط وأصل في القرآن فإن خفتم قال لا تعدلوا فواحد فالتعدد مشروط بالإيه؟ بالعدل كويس الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيستغفر الله سبحانه وتعالى لما كان قلبه بيميل نحو السيدة عائشة وكان بيقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما لا أملك ففكرة العدل مش بس العدل في الفلوس والحاجات المادية العدل حتى في الوجدان في الصحة في الصحة وكل حاجة إزاي أنت هتقدر تعدد تعدل والله سبحانه وتعالى قالها من الآخر ولن تعدل ولن تعدل الحاجة الثانية إن التعدد جاء في الإسلام وتم تقييده زي بالظبط أنا بمثلها بمسألة العبودية يا أستاذ شريف العبودية كانت موجودة هل في القرآن الكريم آية بتقول أن إنهاء العبودية ما فيش لكن الإسلام جعلها وحدة وحدة وبالتدريج علشان يقبلها المجتمع حاضر من عناي ده برضو كان التعدد مباح ومفتوح إذا ملسلة الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة أنا في المادة سبع ستاشر كويس أنا أخذ منها مقتطفات إذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها زوجها عليها وأصر الزوجة على طلبه حاولت المحكمة إجراء مصالحة ومحاولة بينهما فإن لم توفق في مسعها وأصر الطرفين على موقفهما فإن طلبت الزوجة التطليق حكم بحقوقها الملاءة المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إداعا بخزنة المحكمة خلال شهر من تاريخه إلا عدا متراجعا عن طلب الإذن بالتعادل وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على الزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية من تحديد مبلغ لنفقتها والحاجات دي كلها فإذا وفق أقر حريك معترض على إن إحنا نروح لقاضي والله معترض على اللي بيتناقش أولاً أولاً بعد إذن ساعة برضو شكل محدد فده جملة واحدة جملة واحدة جملة مش أكمل بس كلامي إن إحنا لما يعني لمسنا هذه القضية في القانون ما كانش لا بنقول تعدد ممنوع ولا بنحرمه لكن بننظمه بننظمه ليه؟ علشان ندي فرصة للرجل إنه هو يعدل خلاص أنا هبدأ بقى من حيث أنتهايتي أنا لو ما كان حضرتك أتقدم بمشروع كده نبيح فيه التعدد ونحبز فيه التعدد بالنسبة للرجال عارفة ليه؟ لإن إحنا عندنا مصيبة أنت مش ملاحظينها إحنا عندنا 13.5 مليون ست فوق سنة 34 سنة أنت مش متدركينها عندنا 3 مليون مطلقة عندنا 2 مليون أرمالة الحاجات دي كل أنت مش متدركينها وعندنا كم مليون وعندنا كم 33% من النساء هما اللي بيعينوا مخصر أنا ما أطعتكيش مبررات التعدد مبررات التعدد وتحبيز التعدد والترغيب فيه وليس الترغيب منه واحد هو القانون هنا يا سيد يا فندن حضرتك ما بتقطعهاش بتقطعني طب فضل لا أصل كلامك كلامك ملغم لا 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 مش ملغم لا 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 كلامك ملغم حضرتك خلينا خلص وحضرتك علم أنا النهاردة أنا بقول ليه أنا مفروض أرغب في التعدد تمام أولا ما حدش أطيعني تمام الرسول عليه الصلاة والسلام عدد والصحابة عددوا ديني مرا واحد اتنين القانون الحالي بيبدل حق للزوجة للزواج من أخرى الجزة تجوز عليها للزوجة إنها تطلق عن طريق المحكمة إذا أثبتت ضرر تمام الأستاذة في المشروع القانون دون ضرر لو القاضي ما عرفش يصلح بينهم ادالها كل حقوقها وده بيهتخلي الستات كلها هترغب أو بالمعنى الأصح